ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نكمل بقية فكراتنا طبعا كلنا في رمضان الفات شفنا مسلسل النهاية بتاع يوسف الشريف شفنا قد ايه تطور التكنولوجي اللي هيبقى موجود في المستقبل ومنهم كانت المراية اللي معظم الناس علاقت عليها انها كانت بتديله درجات الحرارة والساعة والوقت وفيها ميوزيك وبتتكلم وفيها كل حاجة الموضوع ده مش مجرد بس خيال او حاجة بتتم في التصوير او الديكوريشن بتاعنا لأ الموضوع ده موجود وعلى ارض الواقع علشان كده احنا جبنا لكم الناس المختصة اللي بتنفس ده منهم أستاذ مينا ماهر اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك شركة ام ام جروب تمام مضبوط للمرايات المضيئة ديكورية مضبوط الاول كلمنا عن قصة المراية دي يا القصة بدأت الاول اللي احنا طبعا في الازاف ده من الزمان من اكتر من عشرين سنة فلما بدأت تنزل من الصين المراية الليد وبقنا نشوفها بأرقام كبيرة قوي في الاول احنا كخبرة في الازاف بنبصر المراية شايفين ان المراية يعني كخامة وكده بما احنا ممكن نعمل حاجة احسن منها خامة اقوى منها التخانة المراية الاضاءة شايفينها مش يعني دي مراية لد في الحمام مفوط دي ديني نور قوي طب ده نور ديكور مش نور قوي اللي هو يخليني انا قدر استخدام المراية استخدام عملي يعني خصوصاها بتحط فوق الحد بتلغي الابليك اللي بينور فوق المراية وكده فبدأنا نفكر فكرة ان احنا انت بننفسها احنا الاول طب التاتشي طيب لو هي تشتغل حاجة تبقى حاجة سمارت دي ماهما بيعملوها تاتش طب عملنا التاتش بدأنا برضو نفكر طب اعمل بقى لد قوي طب جات لي فكرة العربية للصالون بتلعبية ما بيفتح الليدها صغيرة فوق بتنور العربية كلها فقلت طب ما انا اجيب حاجة ده الابداع المصري بقى ده التاتشي المصري لما بيخش يا جماعة بالضبط فلقينا اللي قلت دب ما اينا اعيد حاجة سغيرة مساحة سغيرة انور بيها نور كتير فبدأنا تبقى بص الليد يكون اه زي الليد بتال العربيات تبقى نور قوي وفي مساحة سغيرة ديرنا نحنا نعمل ايه الاضاقة ديت وفي نفس الوقت برضو مراية من ظهرها دب ما انا بتقاف من قفلو بوكس والظهر بيحس تبقى برضو الفينش يعني احسن اه بالضبط وكمان الظهر خلناه يبقى من جوه قلونه ابيض فالنور يعكس اكتر يدي نور عملي اكتر وطبعا حقيق عارف انه نور كحتى بقى دي كورية شوية لما النور بييجي من المكان نفسه فبيدي اضاءة اكتر واحسن غير لما بيجي من مكان فوق فيدي ضل على الشخص اللي هو في قصاد المراية ضبط زي ده دلوقتي بيعملوا اللي هو الطوق المضيق بيانستواروا به كده في الليل لانه بيبقى واخد الزوايا كلها دخلت برضو فكرة ان انا طبقى اطور بقى يعني هما قصين بيتعمل مراية ماشي تاتش ولسه الغاية دلوقتي بتنزل وكيه طب انا عايت انا متميز عنهم في ايه طيب اول حاجة بتقابلنا في المعاينات تلاقي المدام عايت لونه ورم والزوج عايت نور ابيض النوع ايه ابيض ولا ورم ابيض ورم هو ابنجواز عبوز ايوها فكرنا فيه نحن اعمل تاتش يبقى معا دايرة تتغير من لون الابيض لون ورم يبقى ايه عايز سادي من الابيض يبقى رايحنا الطرفين مع عشان كده احنا هنطلع نشوف فيديو الفيديو ده بقى عفقاري يعني لو انتي عندك السامعات فيها مشكلة عندك الكاسات فيه مشكلة عندك الكمبيوتر فيه مشكلة فالمراية حلتلك المراية هنقدر واحنا وقفين بنتفرج نزبط بقى اي حاجة في المريا الميكوب كمان هتقدريني انت تشغلي ميوزيك تسمعي ده الرواقان في حد ذاته نشوف الفيديو ونرجع تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا طبعا شوفنا الفيديو هو الاغنية ما ظهرتش في الفيديو عشان هو العرض الملكية بتاعتها هي كان شغال عليها اغنية بتاعت عمر دي العالمة بتاعت البلوتوس دي مفروض ان هي بتدوس عليها وبتبعت الاغنية بلوتوس بالموبايل فاتقم تشتغل والمريا شغالة صح كده؟ تبدو اعطوط بقى الموبايل بيشغل فانتلاوت اي حاجة بيقلب اغاني الواحده وهي المريا شغالة معها حلو جدا الموضوع ده الموضوع ده لطيف وبرده يعني حتى بقيتش اتنين لون كمان بقيتناها وصنغات اربعة لون يعني ممكن بقى مريا تقلب من اتنين لون احنا هنشوف معنا فيديوهات كده للمرياات وعايزين نعرف بقى انواع الفرق ما بين المرياات وانواعها يعني ايه تمام ولما العميل يجي يختار مريا يحسب الكست بتاعتها ازاي يعني هل بتحسبها بالبيس بالقطعة نفسها ولا بتحسبها بالمتر متمطرة هي المريا عشان خطر اللي بتبقى مقاسات صغيرة اللي هي 60-58-70 ومط الحمام بيبقى صعب تحسب بالمتر لان فيها حاجات تقليف سابتة كتير الطاتش وكده هو بنبقى عامل لها هيتر برضو عشان خطر الشبورة بتاعت الحمام وبنبقى عامل لها ايون كتعايزي سالك الموضوع الشبورة بتاعت البخار بتاعت الحمام السخانة مايأثرش بقى على الكهرباء والحاجات دي لا خالص هو بيبقى سخان خفيف جدا بيسخن مع الوقت واحدة واحدة عشان الدأزاز برضو بس بتطفي ازرق وبيض اه اه كده اتنين لون كده مطفية خالص اضاءة خائفي واضاءة امانة دي بقى كابينة الشعر طبعا ده من تخصصاتكو اه صحيح كده اه قولي ايه فايدة كابينة الشعر ايه اول حاجة تمنع المياه انها تطلع برا الحمام يا فينا سيقولك انا تكلفة عالية قوي بليه اعمل تكابينة شعر وربعة تلاية وفنهاش لازمة لا يا ممكن تعمل اقل مكابي كتير لو احنا عايزين انا ممكن اعمل في ناس بعملها ممكن بألف جنيه له وهيعمل حاجة ثابتة بس من غير حتة ثابتة يبقى انا مناعت المياه وحسب طبعا وضعية الشعر هل يجب تكون لها تأسيس متأسسة في الحمام اصلا في البداية ولا ممكن يكون الحمام كده وهو حب يدخل اه هو الطبيعي بيبقى عامل زي عتبة رخام او او لو جايب حاجة ادم جاهبة بنبني عليها الحاجة دي والصرف والصرف بيبقى لا اهو اكيد بيبقى الشاور موجود الصرف بتاعة هي مشكلة ان المياه تطلع برا ومشكلة انه لو واحد عايز تاخذي من الحمام حمام مواسي يعني انا بستحمى حد عايز يدخل حمامي ويقدر يبقى انا عامل ايه الكاملة اه لا اهو اكيد اه الاطفال وبرضه في نقطة هنضيفها جديدة ان شاء الله في الشاور ان انا هركب لد ينور الشاور نفسه كمان اه ان شاء الله اه موضوع كده الناس اشتخرج من الحمامات دي كده هتغير كتير اه دي معانا مراية تانية برضو هي نفس القصة اه دي مربع بنتحكم في كوة القضاءة اه يعني عالية او قليلة او اقل بالدرجة انا عايز اعمالها سهاري بالليل مثل امناه وره لو حد عايز تخل حمام بقى بدوس على تاتش انا فكرة مراية دي هتفيد في الميكاوب قوي على فكرة البنات بيوه احتاجيني مراية اللي ادي دي او في الميكاوب او لو بس لان حد بيحلق برضو اعتقد ان الموضوع حيكون اه ونفذناها احنا في المراية الطويلة اللي جبناها من شوية في مراية اي اه بص هو بيدوس في الزرار بتاع التاتش في النص كده اهو مش محتاج بقى خلاص ال 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 او مش محتاج ان مفتاح الكهربا نفسه يعني مش هيطفيه ويقيد من مفتاح الكهربا بزبط خلاص هي بتبقى المراية شغلة وبيطفي نور بالتاتش وطبعا زي ما اتكلمنا بقى اللي هو السون سيستم برضو بتعمل اللي في ناس بتبقى حابة انها اهوية بتحلق ده انها تشغل اغاني بتاع تبقى نشوف كده الفيديو اللي بعدين طيب عايز اعرف بقى الزجاج اللي هو السيكوريت تمام واستخدامه في الوجهات او في السلم الدربزين هل هو عملي ولا هو بزداد في البلاكونات وفي السلم الدربزين لو مكان في اطفال عملي ولا ايه هو عملي هو اصله السيكوريت خلاص بيبقى يعني حاجة جزء من المكان طبعا تثبت صحه ودنيه تمام عملي من احنا هو بيدي واسع للمكان بدلا ما يبقى فيه حاجة قطعة للرؤية بالعكس حتى كبان الشارة ما بتعمل شفافة مش من غير صنفرة وخطوط بتبقى مدية واسع للمكان الوجهات برضو البلاكونات بتبقى جميلة جدا لما بتبقى بتفرق كبانت الشارة لو صنفرة او لا بتفرق اه يعني هي شفافة بتبقى ارخص وفي نفس الوقت انا شايف انها ببقى مدية واسع للمكان ما بتبقاش المصوفر طبعا بيبقى ليه تكلفة ايه تانية بس بتبقى تكلفة مش الفرق الشاسع يعني طب والمتر بتاعه بتحاسب ازاي؟ المتر بتحاسب طول في عرضه وبتحاسب في سعر المتر واحنا بنعمل اسعار يعني اعتبر مختلفة تماما عن السوق يعني ممكن نقول لكمور ولا ايه؟ اه اه تمام احنا بنبدأ ب450 جنيه المتر السيكوريت حلوية الاسعار دي والاكسسوار من خير العميل بقى انت محتاج حاجة في حاجة استلس 304 دي انضف حاجة اللي هي مبقاش بيور وفي حاجة 200 واحد ففي حد بيبقى مثلا عايد قعد فترة مؤقتة عايز يعمل حاجة ده يشتغل ده يشتغل بس بنبصل ايه انا عارف ان معايا حاجة على قد الكوشت اللي معي اه بالزبط نشوف طيب الفيديوهات التانية او انصار الموجودة معينا نبص عليها كده لا بس ما شاء الله يعني الموضوع مبهر حقيقي وبعدين انتشر كمان ده ده هو الفيديو بتاع المريا اللي احنا قلنا عليه اللي بتشغل الميوزيك اه وده احنا كمان بنعمل المرياات اللي هي بتاعت الميكوب اللي بلومات خارجية اللي بتركب من بره اه في تقريبا صورة ليها معينا نشوف كده استور بتاعت المرياات وده يعني الشكل الاحدث لها بالوقت في استور بتاعت المرياات نقدر نعمل المريا للميكوب تبقى طاطشو وكده هوت وكمان دلوقت الكوافرات وكده حاجة بقى الكوافرات وفي المرياات وكده اتجه برضو الموضوع اللي اللي هو نحوط المرياات اللي اه بقت محطوطة فعلا في كل غورة في الميكوب اه يعني دي من زمان قوي على فكرة اه فعلا ورجع التاني موضة كانت قديمة او كانت زمان ورجع التاني وبعدين احنا رأينا نضيف بقى حت ناتو بقى ليد داخلي وتاطش بحيس ان ما تبقاش ليها بروز لو في اطفال او اللمبة سخنة ينمسها او اه بالضبط وكمان هو هو اللي بيحبها بيحبها عشان بيشوفها في دائما في الفيديو خير اه بس اي 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 في معانا واحدة منها هي قريبة شوية دي عماناها صبطات برضو يعني تفكرة المريا باللمبات بس تبقى المريزة كده تتكلف كم يعني سعرها بيكون يعني انا نقول المتر في متر يتروح من كام لكام المتر في متر لو انا عايز اضاءة قوية اللي هي زي الليد المستيطن في السيارات دوت تمام هتبقى في حدود المتر فترة تبقى في حدود الف جنيه اه لو انا هعملها تطش بنضيف تطش هنضيف كده الصورة التانية اللي بعدها هنضيف كده كل ما نضيف حاجة حسب امكانيات مريا وهننسيت كمان لموضوع السنسور مرياة السنسور ده هيتتشتغل بالحركة اجا قفو ده مريا تنور دي برضو عملناها ما مش عارف ممكن بقى الفيديو موضوع حلو جدا في معانا مريا برضو هنا مش رلاشك لا حلو قويا ونفذنا كمان فكرة السنسور ان انا اعمل مثلا اضاءة خلفي ورا المريا سنسور والاضاءة الامامية دي تطش بقى انا اول ما ادخل الحمام فيه نور وينور تقوم منواره اه ده وحدها اه تمام حلو جد اه بس ده معظم اشكال المريات اللي متواجدة طبعا لو حد حابب يتواصل مع شركة ام ام جروب استاذ مينا الارقام موجودة معاكوا على الشاشة تقدروا تتواصلوا معاهم وطبعا فيه خصم هما بيعملوا خصمات حلوة جدا جدا يعني حلوة جدا من المريا دي اسكال كلها احلى من بعض افصر هتواصل معنا اكيد من البرنامج هيكون لي خاصمة خاصة ودي كابينيس شاور تاني اهي موجودة ودي المرياات اللي هي الجدارية اللي بتتحط في الديكور بقى بيكون ليها قسم الديكوري شوية بقى فيها حفر ريزر وده الربزين السلم اللي احنا قلنا عليه شغلكو بصراحة فوق الممتاز انا بشكر حضرتك جدا جدا على اللقاء الممتع ده وان شاء الله يكون لينا لقاء تاني اخر متجدد نشرح في تفاصيل اكتر النهار ده الحلقة بتاعتنا كانت خفيفة شوية وكان فيها معلومات بسيطة شوية بس انا حبيت اجيبلكو كده من كل بستان ان ظهرة زي ما بيقولوا بحيث ان احنا نقدر نجمع معلومات اكتر شوية قبل العيد وفيه تنويه كده جالي في الكنترول واحنا في الفاصل حاب انوح عنه طبعا احنا منعتذر عن حضور النائب احمد زيدان ان المفروض كان هيكون معنا في الحلقة دي لزروف طرقة وبنحاول نوجه رسالة لرئاسة مجلس الوزراء ارجوكو ارجوكو اهتموا بالعمال الفئة الادارية اللي مسجلة على السنديق الناس دي محتاجة انها تتحول من السنديق للموازنة العامة لان عقدهم بتقول كده فنرجو نظرة للموضوع دوت سريعا سريعا علشان حقوق الناس دي متهدرش بختن برنامجي وبشكركم جدا جدا وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة مع سارة زكرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة